نفى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات صحة ما تم تداوله عن الاشتباه بحالات تسمم غذائي بوجبات الشاورمة في أحد مطاعم البقعة في لواء عين الباشا وبين مهيدات أن فرق الرقبة والتفتيش التابعة للمؤسسة وبالتعاون مع مدرية صحة البلقاء نفذت زيارة تفتيشية مشتركة إلى المطعم المشاري إليه في العاشر من الشهر الجاري وسحبت عينات موسعة من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة وأظهرت نتائج الفحوصات المخبرية سلامة الوجبات وصلاحيتها للاستهلاك البشري وأشار مهيدات إلى أن فرق المؤسسة الرقابية نفذت مسحا ميدانيا شاملا لكافة مطاعم الشاورمة ومشاغلها في المنطقة وسحبت ما مجموعه أربعون عين من الوجبات الجاهزة ومدخلات إنتاجها بما فيها الدجاج والامتومة والسلطات ترجمة نانسي قنقر